موسيقى السلام عليكم و اهلا وسهلا بكم وصفتنا اليوم حلاوة الدهينة العراقية وحلاوة الدهينة العراقية من اشهر الحلويات الشعبية العراقية طيبة ومرغوبة في كل الوقات بسيطة وسهلة التحضير نبدأ بالمقادير والمكونات ونحتاج بوصفتنا الى كوبين ونص من الطحين الابيض متعدد الاستعمال وكوبين ونص من السكر وكوبين من جوز الهند المبروش واللبغراش الخشن كوب من السمن النباتي او الحيواني حسب المتوفر وكوبين من الحليب وكوب من الجوز او عين الجمل وملعقتين اكل كبيرا من العسل او الدبس بعاع كبير انزل كوبين ونص من السكر واضيف عليهم كوبين من الحليب واخلطهم سوية خلط جيد الى ان يذوب السكر تماما بالحليب وبعد ان يذوب السكر بالحليب ابدأ اضيف عليهم الكوبين ونص من الطحين بالتدريج واخلطهم سوية واخلطهم سوية واستمر انزل الطحين واخلط الى ان اكمل كل الطحين وان يمتزج تماما مع بعض ويصبح عندي قوامة سائل ثخين وهذا هو شكل قوامة سائل ثخين كريمي وبعد ان يصبح بهذا الشكل سائل ثخين كريمي وهذا هو قوامة رح انزل علي ملققتين اكل كبيرة من العسل وممكن ان اضيفون ملققتين اكل من الدبس التمر حسب الرغبة وحسب المتوفر ورح ينطي نفس النتيجة والطعم لكن العسل رح ينطي لون دهين افتح لون اشقر جميل والدبس ينطي لون اغمق واخلطهم سوية خلط جيد حتى تتجانس كل المواد مع بعضها وهذه هي عجينة حلاوة الدهين اصبحت جاهزة للفرن وهسه رح اجهز قالب الشاوي بقالب الفرن رح انزل نصف كوب من السمن النباتي او الحيواني وممكن ان تستخدمون الدهن الحر رح ينطي نكه اطيب وادهن القالب من الاسفل والجوانب بشكل جيد حتى لا تلتسق العجينة بالقالب وبعد ان ادهن القالب ارش علي كوبة من جوز الهند المبروش او اللبغراش الخشن واساوي بالقالب واساوي بالقالب بشكل جيد واخلي عليهم كوب من الجوز او عين الجمل وهذا طبعا اكيد شيء احتياري ممكن الاستغناء عنه وبهذه المرحلة مبروش وهذا حسب حرارة او نوع الطباخ او الفرن وبعد الساعتين اصبحت حلاوة الدهين العراقية جاهزة ودرجة استواءها جيدة جدا وهذا هو شكلها شكل رائع ورائحة جدا طيبة ولونها ذهبي جميل وممكن ان تقطعوها بالشكل والحجم اللي تحبو او تفضلوه وتكون جاهزة للتقديم والاكل وطبعا انا قطعتها بهذا الشكل على شكل موادها متوفرة دائما اتمنى نتجربوها وتعجبكم وذا عجبتكم اشتركوا بالقناة فعلوا الجرس ولا تنسوني من اللايك ومردتكم الحلوة وملاحظاتكم المفيدة تلتقيكم ان شاء الله في وصفة جديد وفيديو جديد